مسلسل المسافر سنة 1992 تأليف سبع أطوان فناننا الكبير وخراج الفنان فلاح زكي وكان بطولة نجمنا الكبير أستاذ كاظم الساهب كانت تجربة جميلة جداً الحقيقة يعني هي أول مرة يكون أكو مطرب في عمل غنائي درامي فكانت تجربة جديدة وحديثة يعني وأيضاً كان بيها نجوم كثيرين من ضمنهم الراحل عبد الجبار كاظم الراحل أزدين طابو أستاذ حكيم جاسم ووفاء حسين أستاذنا الكبير أنلا يرحمه خليل شوقي فنانتنا سهير أياد كثير كثير الحقيقة كان أول دور لفنان كاظم الساهب أي أول دور وبعدها ما كرر التجربة يعني هو ما كان بودة بعد يكرر التجربة بس يعني الحقيقة كان تجربة جميلة وهو فنان أسامي اجتهد بهذه الشخصية ودخل دور التمثيل يعني بسيطة مكثفة وكان أكون سجام يعني كبير بيننا وبيننا حلو ماذا تذكرين من لقطات أو أشياء صارت بي ضمن الكواليس التصوير؟ هو أهم شيء كان المكان يصورنا بي وانا قرية وانا بالموصل كان مكان جدا جميل يعني ساحر بحيرة وسهول وخضار وقرية بسيطة وناس متعاونة ومحبة جدا جدا يعني كانت أجواء جديدة علينا الحقيقة يعني كانوا سعداء بينا وكنا سعداء بيهم بحقيقة يعني مواقف يعني ما تسعفني الذاكرة لكن كان عندنا هناك توقفات كان فنان كاظم السهر عنده سفر بس ما توقف العمل يعني كنا نصور وننتظر عودته الشخصية بالنسبة علي كانت خلينا نقول جديدة إلي يعني دور جديد يعني أنا أعتبرها محطة مهمة في حياتي المسافر يعني هناك محطات في حياة الفنان مهمة جدا أنا أعتبر المسافر محطة فنية مهمة اجضاف هذا الدور الآسيا كمال ضاف لي انتشار أكثر بين الناس لأنه الشخصية علمت عند المشاهد يعني ستايل جديد كاركتر جديد شخصية قوية أنا كلش حبيت يعني لقيت هواية أشياء من آسيا بقمر خانم يعني لفت نظر الناس هذا الستايل العربي الوشاح والزيل العربي يعني ما مطروقش كان بالدراما العراقية وقوتها وشجاعتها وإسرارها ودفاعها عن حبها دفاعها عن يعني أشياء اللي تريدها هي كانت شخصية جدا قوية رغم أنه أخوها كان جبروت الله يرحمه جبار كاظم فأنا كش حبيت الشخصية يعني أحب المرأة القوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر